استقبل مطار القاهرة الدولي أول فوج سياحي صيني قادم إلى مصر منذ ثلاثة أعوام ليكون هو الأول منذ جائحة كورونا هذا وقام مطار القاهرة الدولي بتجيز استقبال خاص للفوج السياحي الصيني تضمن إهداء الفوج السياحي هدايا تذكرية تعبر عن قوات العلاقات السنائية بين مصر والصين لأول مرة منذ ثلاث سنوات يصل وفد سياحي صيني لمطار القاهرة الدولي بعد انتهاء جائحة كورونا ورفع إجراءات حظر السفر في العالم عليهم لتكون مصر أولى دول العالم التي تستقبل وفودهم على أرض السلام الاستقبال جاء في أجواء احتفالية نظمها المطار عبر إهداء الوفد هداية ذكارية تعبر وتؤكد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والصين احنا بالنسبة للسياحة الصينية اجتمعنا من حوالي أسبوع مع علي السفير السفير الصين في مصر واتنقشنا في وجهة نظرنا في زيادة الرحلات للصين والحقيقة كان عنده رغبة جديدة جدا أنها تزيد فقدمنا طلباتنا وهو سعيدنا الحقيقة ووعدنا أن احنا الاعتمادات دي هتبقى في أقرب وقت اللي هي في آخرها ان شاء الله أن احنا هيكون عندنا حوالي سبع رحلات لجوانزو في الأسبوع ثلاث رحلات لهانزو بيكين اللي هي كانت وقفة خالص فان شاء الله تبقى ثلاث رحلات السوء الصيني الحقيقة بيتميز بأنه فيه أكتر من 1.4 مليار نسمة لو جبنا منهم 10% فده نقدر نكون وصلنا للتارجت اللي احنا حطينه لنفسنا ان شاء الله الحقيقة النهاردة في لقائي مع سيادة السفير اتفقنا على نقاط تعريضة هامة جدا جدا كيفية استقطاب السائح الصيني يقدر الخدمات اللي احنا بنقدمها مصر والصين الحقيقة عندهم التاريخ عريق تاريخ وحضارة كبيرة وبالتالي سائح الصيني بيتميز بأنه بيقدر هذه الحضارة وهذا التاريخ دي اي پي جونجو يوكا لائدولا ايجي نما ووشن جاندالة سووشن شوومن جونجو اليوم هو اليوم محتفل به لانه بعد ثلاثة عوام من الجائحة قد شاهدت التحسن للاجراءات السينية لمكافحة الجائحة واليوم قد جاءت لمصر اول الفوض السياحي وحيث يعتبر بانه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السيني ومصر تطورا حميقا وتعتبر صيني ومصر الصديقاني حميميني وقد شاهدت الإجراءات لمكافحة الجائحة يدا بيدي على مدار سلاسة السنوات فقرات فنية واحتفالية مختلفة لاستقبال خمسة وعشرين سائحا صينيا ضمن هذا الوفد والذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاستقبال واستعدادهم لبدء البرنامج السياحي المعد لهم للاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية الخلابة التي تتمتع بها مصر باعتبارها الوجهة السياحية الأهم في العالم نحن النهاردة كان معنا حدث مهم أن من أوائل الدول اللي قررت الصين تفتح عليهم السياحة الصينية أو تكذب لهم السياحة الصينية هو السوق المصري من ضمن عشرين دولة فقط نحن بنتكلم عن تقريبا أول أو تاني فوق سياحي يخرج من الصين لدول العالم مسافر شغل مرتين فقط لدولة أفريقية فدي أول مرة ييجي فيها مصر هو مدرس إنجليش فبالنسباله بيعلم دايما الطلبة بتوعه أنه هم إزاي بالنسبة لمصر لأنها دولة ذات عراقة واحدة من الحضارات الأربعة الكبرى في العالمية نحن نشوف دولة حضارتها عدة السبع تلاف سنة عايز يشوف الأهرامات اللي بالنسباله هي بعلها خمس تلاف سنة عايز يشوف التاريخ المصري عايز يتعرف أكثر على الحضارة المصرية وطبعا منباهر بالاستقبال استقبال أول وفد سياحي صيني يأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر والذي أكد زيادة عدد السياح الصينيين واستئناف الرحلات ليتجاوز مستوى ما قبل كورونا مع تأكيد مصر على توفير كل سبل الراحة لهم وتأمينهم استمرارا للشراكة المتميزة بين البلدين محمود جميل التلفزيون المصري شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة